في الأراضي المقدسة رعى المتروبوليد فينديكتوس الوكيل البطرياركي للروم الأرثوذكس في بيت الحم حفلة وضع حجر الأساس لإنشاء المركز التجاري الرياضي الثقافي في بيت جالة وافتتاح مبنى البلدية في ذات المدينة حضر الحفلة عدد من الأباء الكهنة ومسؤولي وممثل الأجهزة الرسمية والأمنية والمؤسسات المحلية وحجد من مواطني المدينة وسيعمل هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة على رفع مستوى بلدة بيت جالة وازدهارها وتطويرها إضافة إلى أنه سيساعد على خدمة شابات وشباب المنطقة وعائلاتها وخلق فرص عمل لأبناء محافظة بيت لحم وضواحيها علاوة على أن هذا المشروع الحيوي سيسهم بتحسين الوضع السياحي والتجاري في البلاد